متابعي قناة أسرار أسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلم بكم في حلقة جديدة نتناول فيها الزيادات المشطة في بعض المواد الأساسية هذه الإجراءات الجديدة للحكومة وكيفية تبريرها من الحكومة في المقابل هناك تحركات في البرلمان ضد الحكومة وحشد للخروج ضد هذه القرارات هناك أيضا دعوات على مواقع تواصل الاجتماعي للخروج والإحتجاج ضد هذه الحكومة في المقابل نجد حديث على أنه هناك بعض الأطراف السياسية مورطة وهي التي وضعت قانون المالية اللي ضمن هذه الزيادات الحكومة مش مراسة عاملة الزيادات هذه فجأة هو قانون المالية اللي تعمل في حكومة اليس الفخفيخ وأطراف اليوم كانت وقتها في الحكومة وصاغت قانون المالية اليوم تندد بهذه القوانين عديد الأطراف اللي علقت من خبر اقتصاد من أعلميين من سياسيين اللي مع الزيادة في سعر السكر خاصة واللي هو ضد وعديد الأطراحات الموجودة اليوم في وسائل الأعلم ولكن الأغرب هو تبرير الحكومة حاجة الضحك على الأخر لكن فضلا وليس أمرا كانت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تتفعلي الجرس بيش تصلكم الفيديوهات القادمة مرحبا بيكم الناس لكل مرحبا بيكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو اليوم بيش نحكيه وعلى رد فعل الحكومة على خلفية الاحتجاجات اللي صارت على خلفية زيادة في سعر السكر في سعر النقل العمومي زيادة المرتقبة في المحروقات وبرشة زياداتكم نحكينا عليهم في فيديو سابق ولكن اليوم مش نبرتجيه معاكم وجهة نظر الحكومة مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك قال انه زيادة سعر السكر اللي مركز عليه العباد بصفة كبيرة تندرج في إطار خطة مقاومة مرض السكري نعم مش فضلك هذا مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك مراد بن حسين اللي صرح لراديو يوليسا فايم وقال انه زيادة في مده السكر الابيض للاستهلاك لا تعد مرتفعة هي حكاية فارغة خاصة انه انها تعادل زيادة بقيمة دينار في الانفاق الشهري للأسرة التونسية بمعدل يعني العائلة التونسية تستهلك 4 كيلو سكر فالربع كيلو بيش يتزادلهم 250 في اللربع بيش يطلع كينو الحكومة بيش تربح من كل العائلة دينار دينار في الشهر واوضح زيادة انه هذه الزيادة تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية اللي وضعتها تونس باشرف المنظمة العالمية للصحة المتعلقة بالامراض غير السيرية ومن ضمنها السكري مش وحده نلقاه زيادة المسؤولة بوزارة التجارة فضيلة الربحي اللي اكدت في تصريح لموزاييك عبر الفيديو في برنامج جهن ميليد وقالت ان الوزارة قررت ازيادة في اسعار السكر السائب ب250 مليم للكيلو جرام الواحد خوفا على صحة التونسيين ولتقليص استهلاكهم لهذه المادة المضرة والتي تتسبب في امراض عديدة حسب تصريحة الاغرب والامر هو انه اطراف الحكومة معناه مسؤولين في الوزارة وفي المعهد الوطني الاساليكي بروا بمثل هذه الطرائف يعني بالحق ترفى انه الحكومة والمسؤولين في الحكومة يبروا هذه الزيادة في السكر بانه راهوا خوفا على صحتكم وراجة برشة تهكمات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وشفنا برشة ستاتويت وبرشة تنبير متوينسة على خلفية الزيادة في سعر السكر وتبريرات الحكومة اللي زادة عولت على بعض خبراء الاقتصاد انهم يعاونوها في الرد على حملات التشويه اللي جيت في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة انه ما رده كان على السكر لانه زيادة بمئتين وخمسين مليين حسبها العائلة تنسية تستهلك تقريبا أربع كيلو معدلها أربع كيلو شهريا فزيادة في المئتين وخمسين مش تطلع دينار مهيش مش تتأثر معناه على المقدرة الشرائية هذا اللي يروجه الخبير الاقتصادي محسن حسن وزير الاقتصاد والمالية الأسبق واللي قال لابد أن نختار بين الإصلاح والإنهيار يستهلك تونسي واحد كيلو جرام من السكر في الشهر والعائلة أربع كيلو وبالتالي فإن زيادة بمئتين وخمسين مليين ستكلف العائلة دينار شهريا فقط لغير برشة ناس جيتوا معا في نفس هذه الفكرة وبرشة ناس اعتبرت أن هذه الزيادة هي بداية رفع الدعم تدريجيا عن المواد الاستهلاكية الأساسية المدعمة في البلاد واللي بش ينجرى عليها زيادة برشة زيادات أخرى المرتبات بش تزيد على خطرهما السكر المدعم المفروض موجه للعائلات للاستهلاك العائلي لحتى معناها محلات المرتبات وغيرها واللي يصنعوا الأحلوب بصفة عامة يأخذوا زيادة في السكر المدعم اللي هو نورمالما يشريه السكر بسوم آخر اليوم زيادة في السكر هذي بش تزيد في كل شي فيه سكر ومن ردود فعل الأحزاب نلقوا حزب التيارة الديمقراطي بعد حركة الشعب البارح اليوم حزب التيارة الديمقراطي يعبر على رفضه القاطع قرار الحكومة زيادة في أسعار بعض المواد الأساسية وفي تعريفة النقل العمومي اللي طفت عليها الظو الحكومة ميمبا حتى علقت عليها فقد شدت في حكاية السكر ما علقتش على النقل العمومي وندد التيار الديمقراطي باعتزام الحكومة الترفيع في سعر المحروقات في الليامات الجاية ووصف هذه القرارات بالأحادية والخطيرة وطالب التيار الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه الزيادات وحملها مسؤولية التداعيات على السلم الاجتماعي ودعا القوى الوطنية والاجتماعية لتوحيد صفوفها والتشاور من أجل تحديد الخطوة العملية للتصدي لخيارات وسياسية لأتلف الحاكم التي وصفها بالمغلاء في الليبرالية معتبرا أن التحرر من تأثيرات لوبيات وقوى الفساد والإفساد الداخلي ومن التعاقدات الخفية مع صندوق النقد الدولي هو أسابيل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها وضمان سيادة القرار الوطني والتيفيف ويسع حول مشروع وطني حقيقي وقال التيار الديمقراطي في البيان أن التضحيات اللي يزم اليوم في البلاد لا يجب أن تقدمها الطبقات الفقيرة والمتوسطة وحدها لكن أيضا الطبقة الميسورة وعلى الحكومة أن توجه بوصلتها في ذلك باتجاه محاربة الفساد أولا وبتابعة الحال زادة ضد التهرب الضريبي ويجب إصلاح المنظومة الجبائية وتكثيف الرقابة على السفقات العمومية مراقبة مسالك الانتاج والتوزيع لتعديل الأسعار ووضع حد لتغاول قلوبية الاحتكار والفساد ولكن اللي نسيها التيار الديمقراطي راهي الحكومة ما قامتش صباح زادت في السكر وهذا موجود في قانون المالية اللي تعمل في حكومة اليس الفخفاخ اللي كان فيها التيار الديمقراطي وقتها ضمن الفريق الحكومي وبالتالي اليوم يعني حاجة متوقعة هذه زيادة ومعلومة لماذا هذه المزيدات السياسية اللي تم الترويج لها أنا القاوة زيدة أنا تقرسمي باسم التيار الشعبي محسن النيبل اللي يعتبر أنه شهر سبتمبر الجاي بش يكون موعد الانهيار الكبير إذا مصارش تغيير الشامل للمنظومة يوقف حالة التداعي الحر وأكد في تدوينه على موقع فيسبوك أنه زيادة الحكومة الأخيرة هي سقوط حر للاقتصاد التونسي ومن ما ظهره اللي بش تدفقهم قريبا هو أنه أجر موظف سيعادل ثمن كيلو الحم في السوق على حد تعبيره من جهة والاتحاد العام تونسي لشغل ندد بهذه الزيادات ونطق رسمي باسم المنظمة الشغيلة سيميا طهري كان هبت تدوينه تعليقا على هذه الإجراءات وقال ما أقدمت عليه الحكومة من ترفيع في الأسعار ليس إلا أعلان حرب على قوت الشعب التونسي والكتلة الديمقراطية لتشمل التيار الديمقراطي وحركة الشعب أو داعوا بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب يوم الأربعات طلبا لرئيس البرلمان لعقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة بخصوص الوضع الخطير في البلاد وزيادة المشطة في الأسعار وارتفاع نسبة البطالة والإضرابات القطاعية والعلاقات خاصة مع صندوق النقد الدولي اللي قاد يفرض في سياساته والحكومة تطبق عن طواعية ومن غير أي انذار وبدأت تدريجيا في هذه الأسعار اللي مش المشكلة في السكر اللي يزيد 250 واللي حسب الأرقام مش يزيد دينار في المصروف الشهري متاع العائلة هو لي بيش تشمل برشة حاجات أخرين في الأيامات الجاي انسوا السيارات الإدارية وانسوا بنوات لسانس انسوا الامتيازات متاع الشركات والمؤسسات الوطنية والكبرى ذلك الكل انسوا وجاءوا معناها للعائلة التونسية اللي هي تعاني من الفقر والتهميش اللي ينفم حملات للخروج والرد على هذه القرارات ويزيدوا في السكر بيش يشمل الخبز بيش يشمل لحليب بيش يشمل الزيت المدعم العجين الكسكسي كل شي بيش يشملوا هذه الزيادات لأنه صندوق النقد الدولي يحب هذه الإجراءات لمد تونس بقارض تستحق لخلاص الأجور من جهة نائب ياسين العياري قال اللي هما قدموا مقترح بيش يزيدوا في سوم السكر لأنه بالفعل هو مضرر في الصحة ولكن قال كنا بيش نقترحوا أنه الزيادة هذي بيش تمشي الميزانية التنمية في وزارة الصحة ولكن الحكومة لم ترفع ثمنه خوفا على صحتكم الحكومة ترفع ثمنه فقط لتعطي إشارات إيجابية لمن نتسول عندهم بما فيه صندوق النقد الدولي وبيش تقولهم انظروا قادرون على الدوس عليهم لتوفير بعض الملالين لأنه دعم السكر بسفر فاصل ستة في المية من القيمة الإجمالية من الدعم أعطونا زو السور دي بيش نخلصوا الشاري وسندوس عليهم أكثر هذا في علقة بتبعة الحال بالجهات المانحة من جهته ثامير الوفي اكتب زد تدوينه وقال نعم السكر مضربة صحة كما قالت الحكومة لذلك رفعت ثمنه لحماية صحة المواطن منه والخبز أيضا يسبب السمنة ولابد من الزيادة في ثمنه ليتجنبه المواطن ويظل شعبنا رشيقا وخفيفا والبنزين نعم البنزين نطلب أيضا برفع ثمنه أكثر لتعجيز المواطن وتجيه على رياضة المشي المفيدة لصحته والتخفيض من نسبة الحوادث والحليب أكيد تعرفون مضار الحليب ورفع ثمنه سينجينا من كوارث صحية باختصار يجب رفع ثمن كل المواد الضارة بالصحة اللحم الذي يسبب الكوليستيرول والملح الذي يسبب ضغط الدم وسجئر التي تسبب السرطان عف الله الجميع ولن يبقى سوى الماء فهو مفيد للصحة وضروري ومعه خبز القمح أو الشعير ويكفينا خبز وماء كما حلمنا وطالبنا والسلام عليكم